تحذيرات ووعيد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوة الجزائريين كانت هذه رسالة المسؤول الأول على قطاع التجارة قبل أسابيع من حلول شهر رمضان إلى التجار بمختلف نشاطاتهم خاصة المضاربين منهم تحذيرات جاءت بعد رفع أسعار المشروبات مؤخرا دون سابق إنذار لتكتشف بعدها عملية تلاعب جديدة في الكمية بعد خفض السعر الأسعار يجب أن تدرس والأسعار يجب أن يتفق على الإضافة فيها اليوم في المشروبات شفنا بعض الإخوان زادوا في أسعار بعض المشروبات هما مشكورين عاودوا ورجعوا إلى الأسعار الأصلية لكن شفنا ظاهرة أخرى اليوم الإخوان اللي هبطوا في الأسعار دخلنا في قضية ويلوا للمطفيفين نقصوا في الأسعار لكن نقصوا في الكمية القرعة لي كانت تدير 33 سنتيليتر اليوم هبطوها لـ 30 سنتيليتر لكن هبطوا في السعر نحن هذا التلاعب ما نقبلوهش خلق شبكة توزيع للمواد الغذائية باستغلال الأسواق الجهوية للخضر والفواكه أحد الحلول الاستعجالية التي أعلنت على وزارة الوصية لتصبح منصة تسمح بتسويق الصلاع الغذائية للمنتجين بأسعار مناسبة للمواطنين كحل استعجالي لشهر رمضان يجب تعزيز الشبكات النقل وأيضا العمل بالطاقة القصوى بالنسبة لأسواق الجملة للخضر والفواكه وأسواق الجملة للمواد الغذائية وهذا الأمر يجعل توفر المواد الغذائية على المستوى الوطني رغم الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسواق خاصة فيما تعلق بأسعار المواد وسعة الاستهلاك إلا أن جشع بعض التجار دفعهم إلى رفع الأسعار دون مبرر ضاربين تعليمات الحكومة عرض الحائط